تعالوا نتكلم على components المسرح بالتفصيل وهنتكلم الاول عن ال stage اول واشهر نوع stage هو proscenium stage واهم ميزة بتميز ال stage ده الحيطة الفصلة بين ال stage والجمهور اللي هي proscenium arch او proscenium wall ايه هي مكونات proscenium stage اول حاجة هي safety curtain او fire curtain بتنزل تفصل الجمهور عن ال stage وقت الحريق ووزنها بيبقى كبير جدا ال safety curtain بتبقى بعد السطارة القماش ناحية الجمهور يعني السطارة القماش بتبقى ناحية ال stage والfire curtain بتفصل السطارة القماش عن الجمهور عشان لو حصل حريقة في ال stage او في السطارة القماش تدخل في الزون بتاع ال stage بعيد عن الجمهور مش بتشتغل بس فاصل في ساعة الحريق ممكن نستخدمها كمان ك sound separation بين خشبة المسرح وبين الجمهور بعد كده فيه legs وال borders دول بنخفي بهم المساحات الجانبية او off stage فالجمهور اللي قاعدوا قدام ما يقدرش يشوف ال off stage او الكواليس خلفية ال stage اسمها cycle roma وهي الخلفية اللي بتبقى موجودة وراء المشهد وممكن كمان ينزل من فوق back drop تنزل من الشواية تقلل الارتفاع او تقفل الجزء اللي عايزين نحدده من ال proscenium الفوليوم اللي فوق ال stage بقى هو ده الشواية بيتقال عليها اسامي كتير rigging fly loft fly tower نقدر نقول عليها هي مساحة تخزين وتخديم على المسرح بيتعلق فيها المشاهد والخلفيات الاضاءات الستاير اللي مش بنستخدمها وبتنزل وتطلع من فوق وارتفاع الشواية بيتحدد على حسب نوع المسرح والمشاهد المعروضة فكرة الشواية سهلة اي حاجة عايزين نعلقها بتبقى متعلقة هنا وبتتسحب بوزن في الجنب سواء manual او automatic المكان اللي بيتعلق منه المشاهد اسمه pattern وهو عبارة عن pipes متعلقة بlift lines عدد lines ممكن يبقى اتنين وبيوصل لستة لو محتاجين نشيل وزن كبير الليفت لينز بتتشد على بكرات بتتسمى loft blocks او في الجنب اسمها head block كل ده بيتسحب بوزن اللي هو counterweight النظام السحب العمه manual وفيه بيفضلوا يحطوا الوزن الحد ما يعادل المشهد فيترفع لفوق او النظام التاني اللي هو motorized وطبعا safety والefficiency اعلى في النظام ده ممكن يبقى المسرح manual بcounterweight بس حاجات زي fire curtain بتبقى motorized ليه ممكن نعمل mix بين الاثنين عشان motorized مكلف جدا انه يبقى system المسرح كله الجزء التكنيكل ده فهمه ويفيدنا في planning اللي عايزين نوصله فيه نزامين اساسيين موجودين في طريق تعليق المشاهد سواء manual او automatic اللي هما single purchase set والdouble purchase set نزام single purchase set ده كان بينزل لغاية الارض فكان بيقفل الحيطة لجنب الستيج عشان بيبقى فيها الوزن اللي بيعادل المشاهد فعشان كده المسارح كانت زمان asymmetric كانت فيها وينج من ناحية واحدة وما كانش فيها وينج من ناحية التانية لان نزام الشد كان single purchase set فكان نازل لغاية الارض عشان كده ظهر double purchase system وده حل مشكلة ان الوزن يبقى نازل لغاية الارض فبيبقى مرفوع فساعتها نعرف نعمل وينج من ناحيتين بس صعيب النزام ده انه بياخد ده في الوزن اللي بياخده single فالtechnيشنز بياخده وقت اطول ومجهود اكبر في الزبط المانيول تحريك المشاهد مش بس ممكن يبقى الفوق لا ممكن يبقى كمان للجنب او الوراء على حسب الوبريتور واحتياجاته فوق الشواية بيبقى فيه level grid الليفل ده بيبقى steel mesh التكنيشنز بيتحركوا عليه عشان يوصلوا للرجنج سيستم للسيانة والتحكم في البكرات اللي اتكلمنا عليها في مسارح مش بيعملوا فيها grid عشان التوفير في ارتفاع الشواية فيوفروا في الكوست بس ساعتها سيانة الشواية بتبقى اصعب ومكلفة اكتر لازم نعمل site galleries على جناب الشواية ودي وظيفتها اننا نتحكم في نظام التعليق سواء manual او automatic ممكن نضيف اكتر من جالري في ارتفاعات مختلفة ولازم في البلاننج نوفر على الاقل سلم يربط بين الجالريز والجريد والستيج والتراب روم والسلم ده لازم ما يكونش كات لادر عشان يبقى احسن في الحركة الاوبرا اكتر مسرح بيحتاج ارتفاع عالي في الشواية لان المشاهد بتبقى ضخمة غير ال dancing theaters او المسارح التانية تقليل ارتفاع الشواية عشان التوفير ممكن يبوز وظيفة المسرح عشان اما بتقلل ارتفاع جريد المشهد المتعلق مش هيلحق يختفي فوق ويتخزن فهيبقى فيه جزء منه باين فالمخرج هيتطر ينزل خط المسكين بوردر عشان يلحق يخب المشهد المتعلق فمساحة الرؤية بتقل ونسبتها بتبوز تحديد ارتفاع جريد دايما بتبقى على حسب الاستخدام بس لو مش معانا operator ممكن نعمل ارتفاعها 3 اضعاف ارتفاع فتحة بروسينيوم مهم جدا تحديد ابعاد بروسينيوم المناسب للمسرح عشان بيتقاس عليه زوايا الرؤية لو معانا operator طبعا واحنا شغالين هو اللي بيحدد احتياجاته بناء على العروض اللي هتتقدم مثلا في مسارح موردها بتبقى قليلة ممكن العميل يطلب ان فتحة المسرح تبقى اقل عشان تكلفة وحجم المشاهد اللي هتبقى اقل طيب لو مش معانا operator عندنا جدول للمقاسات التقريبية على سبيل المثال لو عندنا اوبرا عدد كراسيها 2000 العرض هيبقى 18 والارتفاع هيبقى 10 كمان الجدول بيدينا مقاسات ارتفاع الجريد وعمق المسرح والارتفاع تحت الجالريز يفضل يكون العرض بالنسبة للطول هو golden ratio 1.6 عشان تبقى مريحة للعين الستيج نفسه بقى بيبقى موديولر عبارة عن بانلز بتتشال عشان نعمل فويدز في اماكن مختلفة بنستخدمها في العروض زي ان ترابيزة تطلع من تحت او فنان يظهر في مكان معين على المسرح تحت الستيج موجود التراب روم التراب روم مش بتبقى موجودة في كل المسارح بتبقى موجودة في مسارح الاوبرا والدراما بس وهي اللي بيطلع منها حاجات للمسرح في اماكن معينة لازم تبقى حدودها قبل الفاير كيرتن عشان لو حصل حريقة هنا متعديش للجمهور اكسس الستيج لازم تبقى من اربعة كورنرز ولو مش عارفين نحق ادافها تلاتة كورنرز لازم واحد من الابواب على اقل يبقى دابل دور عشان يسمح بالبيانو او الالات المسقية عموما والفرق في الدخول والخروج بسهولة بين الباكوف هاوس وبين الستيج من غير ما يستخدموا اللودينج دور لازم يبقى فيه sound and light look عشان نمنع الصوت والدوق انهم يخرجوا او يدخلوا من الستيج الباكوف هاوس والsound and light look كمان بنحطها على اي باب في الاودتوريوم عموما الاكسس روتس للستيج سواء من اللودينج او من الدرسينج رومز لازم تبقى مفصولة فاصل تام عن البابلج لو ملاحظين هنا في المثال ده ده بابلج يدخلوا منه للمسرح وده الباكوف هاوس فيه باب فاصل بينهم هما الاثنين سواء هنا او هنا بعد كده تعالوا نعرف ايه هو الكروس اوفر الكروس اوفر هو كوريدور وراء خشبة المسرح وما بيبقاش بين الجمهور لو مثلا المؤديين خرجوا من اليمين ممكن يغيروا ويدخلوا من الشمال من غير ما الجمهور يشوفوا فساعتها بيستخدموا الكروس اوفر في التنقف الكوريدورز اللي بتربط كورنرز بتاعة الستيج عرضها مايقلش عن اتنين ونص عشان يسمح بحركة الالات والفرق جانب الستيج فيه الوفستيج او الوينج وهو فراغ انتقالي البروفورمرز بيستعدوا ويحضروا نفسهم ويتدربوا فيه قبل الظهور على الستيج عددهم ومساحتهم بيختلفوا على حسب طلبات الاوبريتور قدام البورسينيوم وال فيه الفورستيج وده برضو فراغ انتقالي بين الستيج وبين الجمهور الفراغ ده في مسارح كتير بيبقى هو اللي فيه الميكانزمات اللي بتغير الفنكشن بتاعة المسرح زي مثال اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو اوبرا دبي بيتحول من اوبرا لكونسرت عن طريق ان البورسينيوم وال بتتفتح والبوكسس بترجع الورى فالستيج بيزيد علاقته بالمسرح فبيتغير الفنكشن بتاعته الابرون استيج هو اكستنشن من الستيج قدام البروسينيوم وال عشان كده مهم وجود الباب ده اللي بيربط بين الستيج والابرون وهو الستارة مقفولة لو مش موجود الباب ده هيضطر البرزينتر يخرج من وسط السطارة في الاتج بتاع الايبرون بيبدأ الوركسترا بيت الوركسترا بيت بيستخدمها حوالي 60 ل 90 عازف وبيوصلوا في المسارح الكبيرة المية وعشرين عشان نجيب مساحتها بنحسب لكل فرد 1.4 والبيانو بياخد 5 متر مربع 75 ل 85% من الوركسترا بيت لازم تبقى مفتوحة عشان صوت العسف المباشر يتوزع مهم قوي تبقى اكسيسبول للهنديكابت كل اما الوركسترا بيت العمك بتاعها قل كل مكان افضل واحسن في توزيع الصوت فعشان كده الاحسن انها تبقى واغدة ارض المسرح كله احسن اما تبقى واغدة جزء صغير بس العمك بتاعها كبير الكوندكتر او مايسترو هو حلقة الوصل بين الستاج والوركسترا هو عايز يشوف المؤدين على المسرح وفي نفس الوقت يبقى شايف الفرقة وهم تحت وهم كمان شايفينه كويس ولازم ما يقفلش كمان الرؤية عن الجمهور ممكن الجمهور يشوف جزء من راسه بس يفضل دايما عشان المرونة في استخدام الوركسترا بت تبقى على هيدروليك ليفت ويبقى ليها ثلاث وقفات وقفة تحت خالص بيبقى فيها أوركسترا وقفة في النص وبتبقى اكستنشن للكلاسي ووقفة فوق خالص بتبقى فورستيج اكستنشن اكينها بنزود مساحة الستيج الميكانيزم ده بيساعدنا كمان في نقل الامرات والآلات الموسيقية من بين المسرح يعني لو عايزين ننقل بيانه من تحت الفوق بنحطه على الهيدروليك ليفت وبنتطلعه او بنزله على حسب النقل بدل ما نلف من بره انواع انواع الستيجز الثانية بيتطبق عليها اغلب الكلام اللي قلناه في البروسينيوم فبعد ما فهمنا الاستخدامات نقدر نطبقها على حسب الحاجة في انواع الستيجز المختلفة عشان ما طولش الشرح ممكن توقفوا الفيديو وتشوفوا الابعاد والاشكال المختلفة وقرنوها بعدد الكراسي الدياجرامز بالفيد ده الopen stage concert halls ممكن نركز عليه لانه مختلف شوية الستيج ده شكله وامساحته بيتحدده على حسب عدد الperformers شكل الستيج بيبقى شبه منحرف بس الضلع اللي قدام بتاعه curve كل الحاجات اللي قلناها في البروسينيوم ممكن نطبقها هنا معادة ان الستيج هنا جزء من الجمهور مش مفصول عنهم بحيطة وكمان مفهوش شوية ليه مش مفصول الستيج عن الجمهور لان وظيفة المسرح الرئاسية هنا العصف والغنى ومفيش مشاهد ولا خلفيات بنعمل حساب ان في ميت عازف على الستيج والعازف الواحد بياخد 2.2 سكوير ميتر على المسرح فمساحة الستيج بتبقى حوالي 13-18 متر تقريبا حوالي 185 متر مربع الستيج الكونسرت بيميزوا برضو ان فيه أوركسترا رايزرز الأوركسترا بيقفوا عليهم عشان يبانوا للجمهور فالبلاتفورم بتاع الستيج كله بيبقى عبارة عن لفتس بتتزبط بالارتفاعات مختلفة بتعملين الرايزرز الحاجة اللي بيتميز مصرح الكونسرت كمان هي الكورل رايزرز وبتبقى صفوف موجودة وراء الستيج وبيبقى حوالي 50 متر كورسي وظيفتها بتبقى خاصة للكورال او الفرق الكبيرة ولو مفيش كورال ممكن تتحول استخدامات تانية زي تبقى للجمهور على ارتفاع 10 متر او 14 متر من الستيج بيبقى في اي كونسرت هول بيبقى متركب ريفلكتورز وظيفتها انها تعكس الصوت للفدقة فيسمعوا نفسهم احسن وكمان تعكس الصوت للجمهور بالاضافة انها بتمنع ان الصوت يطلع لفوق ويعمل اي كو وهنشرح ده بالتفصيل قدام نعمل ايه عشان نحول stage proscenium لstage concert اول حاجة بنفتح بميكانيزم وبنقفل الشواية من فوق عشان الصوت ميضاعش فكده حققنا الصوت المباشر والانعكاسات اللي بتقويه والمسرح بيبقى لقيه اكتر من استخدام